بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تلفرد في الثالث من سبتمبر أيلول الجاري حيث قال قبل أيام استشهد العزيز على قلوبنا الواقف للحياة سيد طالع أحمد في غانا إنا لله وإنا إليه راجعون وذلك في ليلة الثالث والعشرين والرابع والعشرين من آب أغسطس حيث كان مع اثنين آخرين من MTA فأطلق قطاع الطرق الرصاصة على الثلاثة فجرح سيد طالع أحمد وعمر فاروق وبعد أربع ساعات أسعف إلى إحدى العيادات المحلية ولما نقلوه إلى المستشفى الرئيس استشهد في الطريق كان الشهيد حفيدا لمير محمد أحمد وكان جد والده ميرزا بشير أحمد وكان صهر غلام قادر شهيد كان منضما لنظام الوصية ومن الواقفين الجدد درس البكالوريوس في العلوم الطبية الحيوية ثم نال شهادة الماجستير في الصحافة في 2016 عين في قسم الأخبار في MTA وقبلها كان يعمل في مجلة مقارنة الأديان وقد أعد بعض الوثائقيات لMTA وكان يعمل على أربعة وثائقيات أخرى وهو من بدأ برنامج أنشطة أمير المؤمنين الأسبوعي وقد عمل أيضا في قسم الإشاعة في مجلس خدام الأحمدية وقد كتب بعض المقالات في بعض المجلات المركزية كما رافقني في بعض الجولات كان سيد طالع أحمد يتحلى بحماس غير عادي لإنجاز الأعمال ويظهر ذلك من واقعة استشهاده فهو لم يهتم بالخطر المحدق به بل كان اهتمامه منصبا على العمل الذي أتى لأجله ولذلك بدأ السفر بالليل حيث تكون المخاطر كبيرة يقول الداعية أبو بكر إبراهيم في الثالث والعشرين من أب ونظرا لضيق وقته قرر السفر إلى تمالي الساعة السادسة وخمسة وأربعين مساء فصل أولا المغرب والعشاء في طريق السفر قام بحفظ الملفات التي سجلها على الحاسوب فلم يكن يضيع أي لحظة حتى في السفر وكان قليقا على أمتعة MTA وبحسب تقرير الشرطة عندما وصلت السيارة إلى منطقة الحادث كانت هناك سيارة خلفهم أشاروا إليهم لتنبيههم إلى الخطر لكنهم لم يفهموا الأمر كان سيد طالع أحمد في المقعد الخلفي يقول عمر فاروق أثناء إطلاق النار أصبت في رجلي وبعد قليل جاء قطاع الطرقي وأخرجوني والسائقة من السيارة وأخذوا النقود والجوالات وضربوني على رأسي ولكنني قلقت على طالع وعندما ذهب قطاع الطرقي رجعنا إلى السيارة لنرى كيف حاله فرأيناه أصيب في ظهره وينزف الدماء بكثرة وهذا حسب التقرير الطبي ما أدى إلى استشهاده وصلنا بالباصي إلى إحدى العيادات الطبية المحلية ومن ثم ذهبنا إلى تمالي وهناك فارق الحياة كان رأسه على رجلي وكان يسأل هل علم أمير المؤمنين خلال الحادث وضع طالع الحاسوب والكاميرات تحت المقعد فالحمد لله بقيت هذه الأمتعة الثمينة محفوظة فقد كان قليقا عليها وعلى ما قام بتصويره كان طالع يقول كلما أفاق قل لأمير المؤمنين أنني أحبه وقل لعائلتي أنني أحبهم لقد كان طالع جوهرة ودعتنا فندعو الله تعالى أن يعطي الجماعة مثل هؤلاء الذين يؤثرون الدين على الدنيا ولكن هذه الخسارة هزتنا إن هذا الشاب الحبيب قد أوفى بمتطلبات الوقف وأنا مندهش حقا كيف أنه تربى في هذا المجتمع الدنيوي وحقق مقتضيات الوقف بأرفع مستوى وكان مخلصا بشدة للخلافة وعندما كان بين الموت والحياة لم يخطر بباله سوى الخلافة وحبها فكان يذكر خليفة الوقت قبل ذكره عائلته لقد كتب قصيدة قبل فترة وأعطاها لأحد أصدقائه وقال لا تعطيها لأحد وقال فيها إني أحب الخليفة وأنهل قصيدة بقوله إن الحب الذي أكنه للخليفة لا يعرفه أحد ولكني أقول لك لقد كنت أعرف أنك تحب الخلافة حبا جما وفي جميع حركاتك وسكناتك كان هذا الحب يترشح من عينيك ومن تقاسيم وجهك وقد ذكرت في البيت أن مثل هذا الحب والإخلاص لا أجده إلا في قليل من الناس يا طالع الحبيب إنني أشهد أنك حققت المعايير العليا لوقفك تقول زوجته السيدة سطوط كان يحبني ويحب الأولاد ومهما قدمت له من طعام كان يبدي إعجابه به كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفظ الكثير من أحداث سيرته صلى الله عليه وسلم وكان يذكر الكثير منها لابننا طلال ويبكي وكان لديه علم عميق وكان غيرا للخلافة وكان يسعد كثيرا عندما كنت ترضى عنه وكان أحيانا يظن أنه قام بأمر لم يعجب الخليفة فكان يبكي في التهجد كالأولاد الصغار كان يؤثر الدين على الدنيا ولم تنشأ في قلبه رغبة للأمور المادية وكان يشكر الله تعالى على ما عنده لقد اختاره الله في شهر محرم ليكون شهيدا رفع الله درجاته وجعل مثواه عند أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وفي الواقع قد رأى أحدهم في الرؤية بعد استشهاده أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله مبتسما في الجنة وقال له أهلا بك يا بني أدعو الله أيضا أن يحفظ زوجته وأولاده آمين 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 شكرا